أنا أردني وأعتز وأفتخر بأني عربي أردني بعد 47 عاماً على رحيله ما زال الأردنيون يستذكرون رجل الدولة الذي يجيء ذكره كلما اشتدت الأزمات في البلاد وصف التل ليس كأي رئيس وزراء مر على تاريخ الأردن فقد أدار ثلاث حكومات بعقلية شعارها المواطن ولد وصف التل عام 1919 في كردستان العراق وأمه منيفة إبراهيم بابان من أسرة كردية حكمت مناطق ما يعرف بكردستان الكبرى وهو ابن الشاعر مصطفى وهب التل تلقى دراسته في مدرسة الصلط الثانوية ثم انتقل إلى الدراسة في الجامعة الأمريكية في بيروت تقلد العديد من المناصب في كل من عمان والقدس ولندن وأريحة وعامل دبلوماسيا في السفارات الأردنية في كل من موسكو وطهران وبغداد لكن ذكرى رحيل وصفي تقتصر في كل عام على الفعاليات الشعبية إذ لم تحظى ذكرى رحيله بفعالية رسمية ترقى لمستوى الحدث وسط مطالبات شعبية هنا بتبني الدولة لنهج الرجل كان يهم الغيف الخبز للمواطن من هيك كان يشجع الأمح وما يشجع الأراضي الزراعية كلياتها الأمح كان غلال زمنه أما زمن القحة هذا اللي تحولت كل الأراضي التجارية لأراضي الزراعية لأراضي التجارية وصرنا نشتر الغيف الخبز الأصلي الغيف الخبز اللي كنا ناكله مع البصل والبندرة كأننا عم ناكل منصف يا حصة على هالبلد سوضاعت بعد وصفي هنا في بيت الشهيد وصف التل يستذكر الأردنيون مواقف وحكايات لا تمحوها السنين وسط إقبال شبابي متلاهف لسماع القصص عن مواقف وبطولات سجلها التاريخ ولم تمحها الذاكرة فروحه باقية رغم رحيل جسده